اخي المسيحي الموضوع المسيحي الموضوع الذي يقول فيه دلوقتي مسألة حياة وموت الموضوع الذي يقول فيه ده مسألة حياة وموت مهم جدا جدا لذا ستتكلموني في مدة 5 دقيقة ومعهم البحر ستكلموني عن موجهزات قوية جدا في القرآن في مدة 5 دقيقة ستسمعوا كلامي بعد ذلك أرمهم البحر المتأكد أن كلام هذا سيخترق قولكم لأن معظم مسيحيين ليست متكبرين قال ربنا صحيحة له اللي قال لنا في سوط المائدة لتجدن أشهد الناس عداوة للذين أمانوا اليهود والذين أشكوا ولتجدن أقربهم موادة للذين أمانوا والذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ومتكبر هو اللي ما بيسمعش نصيحة حتى لو تأكد أنها مضبوطة وصحيحة والحق لكنه لا أصدع للحق هل أتكلم عن موجزات قوية جدا لمدة خمس داية ربنا الصحيحة تعلمون في سورة الداريات في آية رقم 85 في آية رقم 47 الجزء 27 والسماء بديناها بأيدن وإنها لموسعون والسماء بديناها بأيدن وإنها لموسعون يعني السماء بديناها بقوة وحوسحها رب الله بيقول كده والسماء بديناها بأيدن وإنها لموسعون يعني إيه إنها لموسعون؟ يعني يعني حوسع السماء دي العلم الحديث أذب أن السماء بتتوسع بسرعة 30 ألف سنة ضوائية في الثانية لأن في ميتر 95 مليون نجم يطلدوا كل يوم فلازم السماء تتوسع وإلى الكل ينفجر الرصاص المالي في الكلام ده منين هو كراجل أمي لا يقرأ ولا يكتب هل هو اللي قال من نفسه وإن لمسعون والسماء بليناها بأيدي وإن لمسعون ولا ده الكلام رب العالمين هو جسة قوية جدا الرصاص المالي في الكلام قال في الحديث إذا سقطت ضبابه فيه إيناق أحدكم فليقمسها ثم لأنزحها في أن فيها أحكينياتها داء وفي الآخر يدواء العلم الحديث أثبت أن فعلا أحد أجنحة الضبابة في دواء عشان كده الرصاص المالي أمرنا لما الضبابة تقع في الإيناق نحن نغمسها لما هتغمسها هتنزل الدواء ده هتنزل مواد المضطرة لبكتيريا من الجناح الثاني هتقتل البكتيريا النزل بالنجاح الأول وهتنظف الإيناق العلم الحديث أثبت هذا في أكثر مدرسة عاملة في أستراليا وأمريكا أثبت صحة هذا الحديث وهم ده وقت يصنعوا مواد علاجية من جسم الضبابة الرصاص المالي سبق العلم من 1400 سنة وقال هذا الكلام الموجهزة دي سببت في إسلام مئات ومئات من مسيحين الموجهزة الثالثة رسوله الصلاة قال في الحديث إن الله خلق ابن آدم على 360 مفصل على كل مفصل كل يوم وصدق قال رسال الله من يتيقه ذلك على التجميل وصدق التهليل الصدق إلى آخر الحديث ويجزئ كل ذلك صلاة ولقعتين في أول النهار العلم الحديث أثبت إن فعلا كل واحد فينا بتورابة 360 مفصل زي ما رسوله الصلاة قال من 1000 عميه السنة رسول الله سمع لي في الكلام دامنين هو كروجل أمي لا يقرأ أولا يكتب ولم تثبت هذه الحقيقة إلا موجودون سنين قلية جدا طبعا موجهزة قوية جدا جدا موجهزة ثانية الكفار قال رسول الله سلام أنه يقول أنت فعلا النبي شؤلنا الأمر لنصين وحنصدقك ونتابعك قال لهم تدوني العهد ومساقة لهذا أنه يديك العهد ومساقة لهذا دعا الله سبحانه وتعالى الأمر إن شاءه لنصين قال لهم أنت سحرتنا ده سحر قال لهم أنتوا اللي اتربتهم مني وأن أنا فست اللي انتوا عايزين وليه ده وقت تنقضوا عهدوكم معي قالوا لهذا ده سحر قال لهم طيب في مستفين حيجوا بعض يومين نسألهم ولو شافوا اللي انتوا شفتوه ما يبقى السحر قالوا احنا موفقين لأنهم يعلمون تماما أن السحر ما تبسطش إلا على الناس القريبة منه ما تبسطش على الناس اللي على بعد مرت مئة كيلو المستفين جون بعض يومين وقالوا احنا شفنا شيء غريب جدا شفنا الأمر إن شاءه نصين وكننا مزهولين قالوا لا لا يا محمد أنت سحرك قوي جدا يذهب لأماكن بعيدة قوي منازل قول الله سبحانه وتعالى في سورة القمر آية لقم واحد الجزء 27 اختربت الساعة وانشق القمر وإن يرعوا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر فعلا لما رواض الفضاء قطلوا على سطح الأمر وده ده ما ندأ بالكفار يطلبوا المعجزة وهم عارفين الرجل قدامهم ده نبيه ويعني ينكروها جهودا واستكبارا فأرجو أنه لا يكونوا كأولاء الناس لما رواض الفضاء نزول على الأمر على سطح الأمر وجدوا شقة طويل جدا في الأمر طوله 125 كم وعرضه 1500 متر وعنقه 500 متر كانوا مزهولين عمره ما شوفوا حاجة زي ده على الوجه الأرض عملوا أبحاث عن الشقة ده لأن الشقة ده مستحيل يجي نتيجة بركان أو زلزال أو أي ظاهر مظهر طبيعية واحد علماء وكانت ناس الأمريكية أقروا وقال إن أبحاثنا أثبتت إن الأمر انكسر في الماضي منشأ وعلينا التحن تاني مما يثبت صدق القرآن وإن ربنا صفحة رشاء الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم من 1800 سنة وعرض أحضركم تحت الفيديو ده الفيديو بتاع العالم ده والتصوير والإمج اللي فيها الشقة طويل جدا اللي موجود في الأمر والأبحاث الأثبتت إن الأمر متشأن وأجهزة تانية خمسة عالم ياباني غير مسلم اسمه مصارو إيموتو عمل كتاب عظيم اسمه مسيج فرموتر مثالة من الماء على التأثير الإعجازي لقراءة القرآن على المياه وجد أشياء غريبة جدا وجد إن بولورات المياه بتتحرك وتعمل أشكال جميلة جدا بعد قراءة القرآن عليها وجد إن خصائص المياه بتتغير بعد قراءة القرآن عليها اللي بتبقى أحسن بكتير في علاج كسيم الأمراض وكتب كل الكلام ده في كتابه مسيج فرموتر وجهزة قوية جدا وعلم الراجل ده مش مسلم وجهزة تانية ربنا بيقول في سورة الأنعام فما يريد الله أن يهديه واشرح صدره الإسلام وما يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنه يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجزة على الذين لا يؤمنون العلم الحديث أثبت فعلا ربنا مش عايزة ده الإسلام يعطي زي ليه بيطلع في السماء وسادر ضيق حرج كأنه يصعد في السماء يعني معانا كده أن إنسان ما يتطلع في السماء بيتخنق لنسبة الأوكسجين يتقل القرآن قال إذا هذا من 1400 سنة إن الإنسان ما يتطلع في السماء بيتخنق وكش قادر تنفس لأن النسبة الأوكسجين يتقل والضغط يزيد فالعلم الحديث أثبت هذا مع أن المنطق يقول أن الإنسان عندما يطلع في السماء يبدأ عن التلوث وعن السحام والدخان لكن العكس صحيح يجب أن يطلع في طبقة طلوة القرآن قال هذا موجزة قوية جدا الستة موجزات تسعة موجزات مدعمة بلينكات التسعة موجزات دول موجود نقطة في بحر من المئات الموجزات التي تدفع المئات المسيحين للدخول في الإسلام كل يوم خمسين ألف المسيحي في مصر يدخلون في إسلام كل عام خمس مسيحين كل ساعة بيخشوا الإسلام بسبب هذه الموجزات أريد أيضا بعد ذلك؟ لو أنت ليس قد تستدى لغد وقت أن القرآن من عند ربنا أنا أسف أن أقول لك أن أنت متكبر لأنني قلت لك بص على الشمس في السماء وقلت أن أنت متكبر وأنك أنت أعمى لذلك تعرف أن قوة الموجزات أقام من نور الشمس في السماء ورسوك تعرف أن القرآن الذي يقول في كل الموجزات في سورة آل عمران الجزء الثالث آية رقم 85 ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين ورعصاص عام يقول في الحديث والذي نفس بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو ناصراني ثم لا يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا وكان من أصحاب النار هتضمر نفسك لو لم تدخلش في الإسلام هتكون مصيرك المحطوم هو جهنم ربنا مش حقب اليوم القامة للإسلام إلحق إلحق نفسك بالفواة الأوان إدخل في الإسلام لو روحك طلعت من جذبك قبل ما تخلش في الإسلام ما صيرك المحطوم هتكون جهنم وعمرك وستطلع منها أبداً أنا عملت الفيديو ده إني خايف عليكم وحبك ما تضمرش نفسك وما تضمرش أخيرتك هتبكي دم يوم القيامة وحتعض على أصابعك من الندم هتفتكر كمال بقوله لك دعك هتكون فاتح الأوان هتلوم نفسك لينك بسمعتش كلامي أنا نصحتك وانت حر آخر حاجة عقولها لك قبل ما انهي الفيديو ده انزل تحت الفيديو ده وقرأ التسع موجزات القوية جداً المدعمة باللينكات اللي أنا كاتبها واضغط على اللينكات عشي تأكد من صحة الموجزات دي بعد كده ملكش حجة ملكش عزر وانت هتكون الجاني على نفسك وستذكرون ما أقول لكم وأفوضوا أمري إلى الله إن الله بصينه بالعداد